اجرى الجيش الاسرائيلي تدريبات عسكرية في منطقة الجليل استمرت ساعة عدة بحسب ما ورد في وسائل الاعلام الاسرائيلية ونقلت القناة السابع عن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قوله ان التدريبات ستستمر ساعة عدة وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة لقوات الجيش وسوف يتخلل التدريبات اطلاق نار وانفجارات وسيتم اغلاق بعض الطرق في المنطقة ولم ينسى الناطق الاشارة الى ان هذه التدريبات تهدف لرفع الكفاءة القتالية لدى الجنود وانه معد ومخطط لها بشكل مسبق وهي جزء من خطة التدريبات للعام 2020 وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اعلن ان دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان ناتجة عن اعمال ميدانية اعتيادية للجيش الاسرائيلي على الحدود وقال ان خلافا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات الاسرائيلية ويعمل الجيش بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على امن الحدود وفي الصياق قال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي انه لا يستبعد ان تقوم ايران بمهاجمة اسرائيل من العراق او اليمن واكد ان الجيش الاسرائيلي لن يتوقف عن ضرب ايران في سوريا ومنع الاخير من التموضع العسكري ونقل اسلحة متطورة لحزب الله في لبنان اما بالنسبة الى لبنان وحول امتناع اسرائيل عن قصف اسلحة في البلاد تراها اجتيازا للخط الاحمر بسبب تهديدات من عم حزب الله سيد حسن نصر الله بالرد قال ان اسرائيل لا تعلن عن كل ما تقوم به وهي تعرف ما يحضر الجانب الاخر الا انها تهرب من الاجابة المباشرة مؤكدا ان اسرائيل تعرف كيف تحيد اي سلاح او تقنيات لحزب الله بالطرق العسكرية وبغيرها اشتركوا في القناة